هدف الشخصي أول شيء هو دعم ومؤازرة المرأة الفلسطينية رفع من شأن هاي المرأة أنه تبين شغلها يبين أن المرأة سواء كانت متعلمة أو غير متعلمة عندها طموحها عندها أفكارها الخاصة عندها إبداعها الخاصة أنا حابب أبرز هذا الشيء حابب أني أسعدهم لحتى يوصلوا لأنه في كتير نساء بتصرف من جبتها على شغلها هاد وبالنهاية ما بتسوق وما بنباع فحلو أنه نعمل معرض وبزار لحتى يتسوق هذا الشغل تعمل رغدا على تحقيق تنية مستدامة في الأغوار من خلال معارض عملت جاهدة لإقامتها في صحراء العجة التي همشت بالرغم من تراثها البيئي الأغوار منطقة مهمشة تقريبا هي بتشكل تلت مساحة الضفة الغربية فيها البحر الميت فيها نهر الأردن فيها تراث مميز فيها جمال طبيعي مميز فيها مناخ بميزها عن باقي مناطق الضفة فحبنا أنه بهذا البزار نبرز هذه الأماكن أما المشاريع التي ترعاها رغدا من خلال نساء بدويات فلا تقل في إبداعها وابتكارها عن تلك في المجتمعات الأكثر تقدما هذه السيدة بزاويتها المتواضعة ليست مجرد هوية في صنع السلال فحسب بل هي وربما بلا إدراك لقيمة ما تقدمه لبيئتها تعيد تدوير أوراق الموز المضرة بالبيئة والمنتشرة بكثرة هنا بنروح بنجيب الشجر يعني شجرة الموز نجيب القشرة الشجرة الكبيرة ونجيبه على البيت بنكسكسه بننقعه بالماء وبصير نشتغل فيه نلفه بنخيط بالإبرة بنعمل أشكال يعني كبير صغير يعني يعني هو الطلبات يعني بيطلبونا شي صغير يعني سحون زي هدول مثلا أو سلالة أو طبقة كبيرة أو جونة كبيرة بنعمل كل الأشكال مع تطلعات لتنشيط السياحة في هذه المنطقة المهمشة تبادر النسوة بما لديهن من إمكانات متواضعة لحد العدم لإثبات أنفسهن من خلال خلق فرص عمل وتشجيع الاقتصاد لزيادة ثقة من حولهن بقدراتهن وما يقدم مشروع رغدا يتعدى المردود الاقتصادي لتحاول تسليط الضوء على هذه المنطقة التي لطالما اعتبرت صحراء ولتبارهن على أن هذه البيئة الغنية بالخيرات تستحق عناءها وعناء سيدات العوجة لليوم على الحرة مرفة العزة من منطقة العوجة